السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء. طلاب الصفة الثالث السنواء. معكم في فيديو جديد النهاردة. بنكمل في حل اسئل كتاب الايزو. معنا صفحة مية وتلاتين. سعر رقم واحد وتسعين. بيقول لي اجريات معايرة 20 ميلي من قعدة X. تركيزها 3125 من 100 الف. باستخدام حمض HCL تركيزه خمسة من مية مولر. وعند تمام التفاعل استهلكة 25 ميلي من الحمض. في نصيغة القعدة المحتملة نفس الفكرة. القانون بتاعنا اللي بنشتغل به. M A V A على انها يدروكسيد القعدة. بيساوي M V V B على انها يدروكسيد الحمض. عوض مسألتك. بقول لي اجريات عملية معايرة 20 ميلي من قعدة X. يبقى القعدة حجمه بتاعها 20 ميلي. تركيزه 3125 من 100 الف. الان هيدروجين الحمض. هيدروجين الحمض بتاعنا بكام بواحد. بيساوي النحية التانية. الام ايه. كان تركيزه نص. خمسة من مية عفوا. خمسة من مية. واستهلك منه 25 ميلي. على الان هيدروكسيد القعدة اللي انا معرفوش. اضرب طرفين في وسطين. يبقى الان هيدروكسيد القعدة بيساوي. خمسة من مية. خمسة وعشرين. على طبعا في واحد. زلزة ما هي مستق. تلات تلاف مية خمسة وعشرين. من ميت الف. في عشرين. نشوف الان هيدروكسيد كام. هيساوي اتنين. يبقى انا عندي اتنين هيدروكسيد في القعدة. شوف بقى كده الصيغة اللي فات نين هيدروكسيد. تبقى سي اي او اتش باي تو. يعني الاجابة بتاعتك هتكون بها. تعمل كده. يبقى طالعة اتنين. يبقى عندي اتنين هيدروكسيد. يبقى سي اي او اتش باي تو. نسائل افكارها جميلة بصراحة. بدأنا الحصة اللي فاتت. والمحاضرة اللي فاتت. وبنكملها النهاردة ان شاء الله. بسؤال رقم اتنين وتسعين. بقول لي. اذا تم اضافة قطرة من دليل الفين الفيثالين. الى 25 ملي من محلول حمضة كابريتيك تركيز واحد من عشرة مولاري. ثم اضيفة الي. اربعة وعشرين وتسعة من عشر جرام ملي من هيدروكسيد السوديوم واحد من عشرة مولار. فان لون الدليل. طبعا هنا نحدد لون الوسط. يبقى نحسب عدد المولات النهائية للحمض. وعدد المولات النهائية للقاعدة. هتحسب لي. ام اي بي اي. على ان اي بي ساوي. طبعا هنا. حمض الكابريتيك او. تركيز بتاعه واحد من عشر. والحجن بتاعه خمسة وعشر. فعشر قس سالب ثلاثة. على الان اي بتاعه. يبقى لازم نكتب المعادلة. هنفعله مع. اي اي او اتش. يبقى نحط هنا اتنين. يبقى الان اي بتاعنا بكام? بواحد. شوف الناتج. هيبقى عندي اتنين ونص في عشر قس سالب ثلاثة. اتنين ونص. فعشر قس سالب ثلاثة مول. تمام. ده الناتج. نشوف بعد كده. ام بي. ذي بي. على ان بي بي ساوي. هنا كده كانت القعدة اللي ان بي بتاعتها بكام? بواحد من عشرة. الحجم بتاعها كان اربعة وعشرين وتسعة من عشر. فعشر قس سالب كام? تلاتة. مقسوم على عدد ملاف القعدة اللي هو اتنين. شوف الناتج. ساوي واحد. ميتين خمسة واربعين من الف. فعشر قس سالب تلاتة. طبعا الاتنين ونص اكبر. يبقى الحمض اكبر. يبقى الوسط بتاعنا وسط ايه? حامدي. يبقى الراجل هنا بقول لي تم اضافة قطرات من دليل الفين والفصالين. الى خمسة وعشرين ميلي من حمض الكابريتي. طبعا الحمض مع الفين والفصالين بيبقى لونه ايه? عديم. طيب هو عديم عشان حامدي. وهيفضل برضو الوسط ايه? حامدي. يبقى يظل اللون بتاعه زي ما هو. ليه يبقى لا يطرق ايه تغير. يبقى هو كان حامدي. وفضل حامدي يبقى لون مش بيتغير. يبقى نختار له الاختيار ايه? داب. نروح للسؤال اللي بعده. رقم تلاتة وتسين. بقول لي عند اضافة قطرتين من محلول الى المحلول الناتج من تفاعل حجمين متساويين من هيدروكسيد البوتاسيوم كي او اتش. وحمض البيروكلوريك اتش سي ال او. طبعا هنا القاعدة فيها واحد مول من الهيدروكسيد والحمض في واحد مول من الهيدروجين. القاعدة قوية والحمض قوي. الحجمين متساويين والتركيزين متساويين. يبقى المادة بتاعتنا ايه? متعدلة. طيب لازرق بروميسو المولد. بيبقى ليه ثلاثة الوان. ازرق قاعدي. و اصفر. و اخدر. اصفر في الوسط الحامدي. و اخدر في الوسط المتعدل. كم كده? فاحنا قلنا الوسط بتاعنا هيبقى لونه ايه? هيبقى متعدل. يبقى ياخد اللون الاخضر. يبقى الاجابة بتاعتنا هتكون اخضر لها الاجابة. نروح لي السؤال رقم 94. بقول لي هتفاعل اكسيد النحاس اتنين مع حمض الكابريتيج تابعا للمعادلة اللي قدامي دي. تمام. اي العبارات الاتية صحيح? بقول لي همثل هذا التفاعل معايير التعادل. معايير التعادل ازاي? احنا عندنا ده حمض. تمام. وده اكسيد قاعدي. اول ما قلنا الجملة دي تيجي في دماغك هنا حمض اكسيد قاعدي يحصل بينهم تعدل على طول يا مصر. هقول لك خلي بالك ده ايه? اقص. وده ايه? صلد. المعايرة بتتم بين محليل. محلول قياس اللي هو حمض الكابريتيج ومحلول معلوم الحجم مجهول التركيز اللي احنا بنحدده. فهنا ده مش هينفع. يبقى المعايرة بتتم بين محليل. يبقى يمثل هزا التفاعل معايير التعادل. اقول له لأ. طيب لاي يمثل التفاعل معايير التعادل. نقول له قال. المحلول الناتج عندي من لون. محلول الناتج كابريتات ايه? نحاس. وكابريتات النحاس الصناعية ببقى لونها ازرق. طيب بقول لي هنا بقى وجيم معن صحيحة هقول له لأ. جيم اصلا خطأ لان المحلول بتاعنا محلول ملون. نروح بعد كده للسؤال رقم خمسة وتسعين. بقول لي ايه? يحتوي محلول مائي من اني او اتش على خمسة ميلي من التركيز نص مولار. اللازم لمعادلة اتنين ونص مولار من اتش بي ار تمام. فاذا كانت الكراءة الاولية للسحاحة? اربعة ونص فان الكراءة الاخيرة. يبقى حضرتك محتاج تحسب حاجة. طيب نخلي بالنا عشان السؤال ده في فكرة مهمة. والفكرة المهمة بتاعته بتتمثل في حاجة واحدة. ان تدريج السحاحة بيبدأ من اعلى الاسفل. صفر تدريج السحاحة بيبقى فوق. يبقى صفر عشرة عشرين تلاتين وهكذا. دي الفكرة. طيب تعالا نكمل مسألتنا ونشوف الفكرة بتاعتها ايه. الراجل هنا بيقول ايه? يحتوي محلول. يحتوي محلول. اي او اتش على خمسة ميلي. يبقى خمسة ميلي او من تركيز. يبقى احنا عندنا اي اي او اتش دي القاعدة. هنعييرها مع اتش بي ار. هده اتش بي ار. هنكمل المعادلة. اي 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 بي ار زائد اتش توقف. تسلم. هتقول لي هنا الان بي بيسوح. والان اي بيسوح. هنكتب المعادلة بتاعتنا او القانون. ام اي 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 على اي اي? بي ساوي. ام بي والتركيز نص. تمام? على واحد طبعا. بول اللازم لو معايرة اتنين ونص من اتش بي ار. اتنين ونص مولر. يبقى اتنين ونص مولر. الحجم بتاعنا ادي اي معرفش. على ان اي? اللي هو طبعا بواحد. اضرب طرفين فيه. بواسطين. يبقى الفي اي بيساوي. بيساوي كام? خمسة. خمسة من عشر. يعني اتنين ونص. على. اتنين ونص. بيساوي. واحد. يبقى الحجم اللي احنا محتاجينه ادي واحد ميل. تب القراءة بتاعت السحاحة كانت كام قلنا? القراءة كانت اربعة ونص. طيب وانا هنزل تحت كده لان التدريج من فوق لتحت. يبقى القراءة بتاعتنا تبقى كام? خمسة ونص. خلاص كده. يبقى الاجابة بتاعتنا تكون باق. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم. انا مش بطول عليكم في الحلقات ديت. بحيس ان حضرتك لو عاوز اي مسألة تدخل تاخد المسألة ومتعدش تلف كتير في الفيديوهات. ومش عاوزين نطول وقت الفيديوهات عليكم في الفترة ديت. وربنا يوفاكم جميعا ويكرمكم يا شباب. نرجو منكم جميعا تركيز في المزاكرة والاجتهاد وعدم الالتفاق لاي شيء خاريه. وان شاء الله ربنا يكرمك. اللي عنده هدف ربنا يكرم ووصل له هدفك. او حدد هدفك عشان توصل له ان شاء الله. ربنا يكرمكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.